تعرف تعد من واحد لتسع مليار في ثانية واحدة؟ لا، أنا بقى أعرف السلام عليكم لو جيت وسألتك وقلت لك اليوم كم ساعة هتقول لي إيه؟ أكيد هتقول لي 24 ساعة بس لو كنت عامل حسابك أن اليوم عبارة عن الفترة اللي بتعمل فيها الأرض دورة واحدة حول محورها تبقى غلطان لأن الأرض بتعمل دورة واحدة حول محورها كل 23 ساعة و56 دقيقة مش 24 ساعة إنما بقى لو كنت عامل حسابك أن اليوم عبارة عن الفترة ما بين شروق الشمس لحد شروق اليوم الثاني فتبقى برضو غلطان لأن الفترة ما بين الشروق لحد الشروق الثاني بتختلف كل يوم وده بيخلي اليوم في ديسمبر مثلا أطول بدقيقة كاملة عن اليوم في سبتمبر فالـ 24 ساعة اللي انت عارفهم دول عبارة عن متوسط طول اليوم خلال السنة ومفيش يوم محدد في السنة طوله 24 ساعة بس تعال نرجع من البداية ونشوف احنا ليه قسمنا اليوم أصلا الـ 24 ساعة ليه مثلا ما خليناش اليوم 100 ساعة والساعة خليناها 100 دقيقة والدقيقة خليناها 100 ثانية حرفيا مافيش أي حاجة تمنع كل اللي هتكون محتاجه انك تغير من طول مدة الثانية والدقيقة وكل حاجة هتمشي معاك عادي بدون أدنى مشكلة وإن كنت معتقد ان الموضوع فيه الكثير والكثير من العمق فده مش حقيقي الموضوع كله اتعمل بالمنظر ده عشان الدنيا هتكون كده أسهل المصريين القدماء عشان يقدروا انهم يقيسوا الوقت طبعا ما كانش معاهم قبل سمارت ووتش ألترا الفكرة زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان اليوم نفسه زي ما كان بيعتمد على حركة الشمس فالساعة هي كمان كانت بتعتمد على حركة الشمس أو بتعبير أدق على حركة الضل اللي بتعمله الشمس والكلام ده كان بيحصل عن طريق ان هما كانوا بيجيبوا أي حاجة ويثبتوها في الأرض ومع حركة الشمس من الشروق لحد الغروب مكان الضل بتاع الحاجة دي هو كمان هيتغير والتغير ده طبعا هيحصل في مسار محدد قسم بقى المسار ده لأجزاء متساوية طبعا انت كده بقى معاك ساعة تقدر انك تقسم بها الوقت طب هنقسمها لكم جوزء يا شباب قالوا 12 طب اشمعنا 12 بالذات قال لك رقم سهل وبسيط وبيقبل الاسمه على ال 2 وال 3 وال 4 وال 6 فينفع انك تحسب منه الربع يوم والتلت يوم والنص يوم بدون قدنا مشكلة وهيطلع لك عدد ساعات صحيح من غير كسور وتقدر انك تعتمد عليه وحاول انك تقسم اليوم كده لعشر ساعات وقل لي التلت يوم هيطلع معاك قديه هتلاقي ان الموضوع مش بنفس ظرف ال 12 ده بخلاف ان عدد ساعات نفسه على ايدك وتقسمهم هيكون سهل انت عندك في كل ايد خمس صوابع واحد منهم هتستخدمه عشان تعدي به والاربع التانيين هتستخدمهم عشان تعد عليهم وكل صابع من الاربع صوابع اللي هتعد عليهم فيه 3 عقل وبالتالي انت معاك 12 عقلة مناظرين لعدد ساعات اليوم ولو عايز تعرف الربع يوم مثلا فالموضوع بسيط اهو ولو عايز تعرف النص يوم مثلا فالموضوع برضو بسيط اهو والتلت تربع يوم برضو بسيط اهو فال 12 كعدد هيسهلك حاجات كتير جدا في الحسابات حتى الرقم اللي بيجي بعده وبيحقق الشروط دي وبينطبق عليه نفس الكلام هو ال 24 اللي هو ضعف ال 12 وبالتالي لو جيت وقسمت اليوم ل 12 ساعة بالنهار و 12 ساعة بالليل انت كده مش محتاج قال حسبة في اي حاجة وامورك كلها كإنسان عايش في بداية الحضارة هتمشي بكل بساطة ففكرة اننا نقسم اليوم ل 24 ساعة دي كانت كلها مبنية ان احنا مش عايزين في حياتنا اي كالكعة حتى استخدام الشمس نفسها كساعة لشخص ما عندوش اي التزامات ضخمة كان شيء هايل يدوب الراجل كان بيصحى الصبح عشان يزرع ويقلع ويجي ينم المغرب فمش محتاج اي حاجة اكتر من الشمس الا ان الشمس كساعة كان فيها مجموعة من اللعوب الخطيرة اهمها طبعا انها ما بتطلعش بالليل وبالتالي كده الليل مش معانا رجالة هو كان يلزمكوا في حاجة قالوا لا يا برينس ولا يهمك كده كده بنبقى نايمين ده طبعا بخلاف انه طول الساعة نفسه هيختلف من يوم ليوم وهيختلف من فصل للتاني عشان كده وغالبا لما بدأ يظهر في حياتهم التسكات وحبوا انهم يقسوا الوقت قرروا انهم يخلعوا من الشمس ويعتمدوا على الساعة المائية واللي كانت عبارة عن حلة مليانة مية ومتعلم عليها علامات بتعرفك الوقت والحلة دي كان فيها صقب بيسمح بمرور المية بمعدل ثابت وبالتالي كل ما مستوى المية ينزل في الإناء هيشاور على علامة معينة وهيعرفك منها التوقيت الا انك لو درست فيزياء طبعا او حتى بالحدث كده هتعرف ان الساعة دي فيها مشكلة معدل نزول المية في الاول هيكون طبعا كبير لان ضغط المية هيكون كبير وكل ما مستوى المية قل ضغط المية هيقل والفترة بتاعت الساعة نفسها هتطول وكده انت بقى معاك كل ساعة مش قدت تانية الا ان عند الجماعة الاساويين كان الموضوع مختلف كانوا بيستخدموا معدل احتراق الشمع كدليل لمعرفة الوقت كانوا بيجيبوا شمع وعليها علامات بتمثل على دي الساعات وكل ما الشمع هتتحرق وتوصل لعلامة محددة بتعرف من العلامة دي الوقت اللي مرة قد ايه وعايز اقولك انهم كانوا بيتفننوا في الموضوع ده كانوا بيخلوا الاجزاء اللي بتمثل الساعات بروائح مختلفة وبالتالي لما تشم رحة معينة من اي مكان في البيت تقدر تعرف الساعة كام من غير ما تروح تبص على الشمع او انهم كانوا بيسبتوا جزء معدني عند كل علامة وبالتالي لما الشمع تتحرق وتوصل للعلامة دي الجزء ده بيسقط ويعمل رنة معينة واول ما تسمع الرنة دي كده تعرف ان في ساعة مرت لكن برضو الساعة دي كانت غير دقيقة لان شوية اكسوجين زيادة هيزوده معدل الحرق وشوية اكسوجين قليلين هيقلله معدل الحرق ده غير نوع الشمع وصناعته وحجم الفتيل نفسه ده طبعا بخلاف انك هتبقى محتاج كمية شمع رهيبة يوميا فحتى وان كانت فكرتها حلوة الا انها برضو ما كانتش عملية وفضلت الساعات غير دقيقة لحد ما جه المخترع اليوناني اللي كان عايش في اسكندرية واللي اسمه ستسيبيوس وعمل تعديلات على الساعة المائية خلها ما بقتش مجرد حلة ومليانة مية خلهم حلتين حلة منهم هتفضل مليانة بشكل دايم عشان تفضل محافظة على معدل انسياب المية والمية هتنزل منها على وعاء تاني جواها عوامة والعوامة دي فيها مؤشر ومع مرور الوقت المية فيها هتزيد والعوامة هترتفع والمؤشر هيتحرك على علامات عشان يعرفك الساعة كان بالزبط والساعة دي عايز اقولك انها كانت دقيقة جدا ادقب كتير من كل الساعات اللي سبقتها واستمرت فترة كبيرة من الزمن مهيمنة على كل الساعات لكن زي ما انت شايف كانت كلها لاغواصة دا بخلاف انها مش بتتنقل ولا بتتحرك دا غير انها كانت بتتأثر بشكل الفتحة اللي بتنزل منها المية والمادة اللي مصنوعة منها ولو فرضا قدرت ان انا ثبت كل العوامل دي فدرجة حرارة الجو نفسها بتأثر في الزكت المية وبالتالي معدل انسياب المية نفسه هيتغير مع اختلاف درجات الحرارة وبالتالي كان فيها برضو نسبة خطأ ومع ذلك استمر الاعتماد على الساعة دي من القرن الثالث قبل الميلاد لحد القرن السبعتاشر ميلادية وقت ما جاه كريستيان هويجنز وعمل الساعة البندولية ايوة هو بالضبط هويجنز بتاع سلسلت الضوء اللي علم على نيوتن الساعة اللي عملها هويجنز كانت ساعة في مدهة الابداع وكانت معتمدة بشكل كامل على الجاذبية والساعة دي كانت عبارة عن وزن مربوط في ترس والمفروض ان الوزن ده ياخد الترس وينزل ويحركه لكن حركة الترس دي ممسكة بخطاف واول ما البندول بيتحرك بيحرر الخطاف والوزن بياخد الترس وينزل بس قبل ما الوزن يكمل في النزول بيكون البندول رجع لمكانه والخطاف بيشبك في الترس من جديد عشان يمنعه من الحركة والحركة دي بتفضل مستمرة بشكل منتظم لحد ما الوزن يوصل للأرض ساعتها بترجع ترفعه من جديد وكأنك بتشحن الساعة عشان ترجع تشتغل وعايز اقولك ان دقة ساعة هويجنز كانت ممتازة بالنسبة للساعة المائية الا انها برضو ما كانتش الساعة المثالية لان طول البندول نفسه بيأثر في سرعته ده بخلاف ان الساعة لازم تكون موزونة جدا بشكل افقي لان اي ميل في الساعة هيأثر على حركة البندول ده غير ان كل فترة محتاج ترفع الوزن وكمان مش هتقدر تاخدها معاك في اي حتة لكن مع كل عوامل الخطأ اللي فيها فالساعة دي ما كانتش بتغلط اكتر من 15 ثانية كل يوم وبالتالي بالمقارنة بساعة المائية اللي كانت بتقدم او بتأخر نص ساعة فاحنا كده عملنا انجاز عظيم وفضلنا مكملين مع الساعة البندولية حوالي 100 سنة لحد ما ظهرت الساعات الميكانيكية الا على الرغم من انك تقدر تعتبرها ساعة البندول برضو بس بمكونات مختلفة الا انها اخدت مجود كبير جدا لحد ما قدرنا انوصل لها وتخصص لها جايزة الوحيدة تعادل ملايين الدولارات في عصرنا الحالي لانها كانت مهمة جدا في تحديد الاتجاهات والاحداثيات وانت جوا البحر لان في ناس كتير تاهت وناس كتير ماتت جوا البحر بسبب عدم وجود ساعة وطبعا لو عايز تعرف ايه هي علاقة الساعة بالاحداثيات ممكن ترجع للحلقة السابعة من مكونات الكون وانت تفهم المهم ان الساعة دي زي ما قلتلك كانت شغالة بنفس فكرة الساعة البندولية بس بدل الوزن التقيل اتعامل ملف مضغوط من المعدن وزي ما الوزن كنا بنسمح له انو ينزل واحدة واحدة فالملف ده برضو هنسمح له انو يرتاخي ويتحرك واحدة واحدة وعشان ده يحصل فالملف ده هيكون متوصل مع مجموعه من التروس اللي هينقله الحركة منه للجزء الاهم في الساعة اللي اسمه عجلة الاتزان العجلة اللي هيكون فيها خطفين زي اللي موجودين في البندول وهم دول اللي هيتحكمه في مقدار الارتخاء اللي هيحصل الملف حركة عجلة الاتزان رايحة جاية هي اللي بتحرر الخطفات من التروس وبتخلي السلك يتحرر واحدة واحدة ومع كل تحرير للخطفات بتسمع الصوت الميكانيكي الجميل بتاع النوع ده من الساعات الصوت اللي كل متعته انو بيعرفك ان فيه كم كبير جدا من الهندسة موجود جوا الساعة اللي انت لابسها في ايدك والتكتاكة دي طبعا بتختلف سرعتها من ساعة للتانية فيه ساعة مثلا بتعمل تكة واحدة في السانية وفيه اتنين او تلاتة لحد خمسة وكل ما زاد عدد التكتاكات اللي بتعملها الساعة كل ثانية كل ما الساعة كانت اكثر دقة لان لو الساعة كانت بتعمل خمس تكات مثلا وغلطت في تكة فمقدار الخطأ هنا عشرين في المية لكن لو كانت بتعمل تكة واحدة وغلطت فيها فمقدار الخطأ هنا مية في المية الا ان النوع ده من الساعات كان افضل بكتير جدا من الساعات البندولية وكان مقدار الخطأ فيه لا يتجاوز الخمس ثواني كل يوم واخد بالك ان بعد ما كانت الثانية عبارة عن شيء هلامي فاحنا دلوقتي قادرين اننا نقسم الثانية لخمس اجزاء ومش بس بنقسمهم ده احنا كمان قادرين نقفهم وطبعا زي ما كنا بنرفع الوزن كل فترة في الساعة البندولية فالساعة دي هتحتاج انك تلف الملف وتضغطه من جديد وبالتالي انت كل فترة برضو محتاج انك تضغط الملف عشان الساعة ترجع تشتغل بس بما اننا دلوقتي بنتكلم عن الثانية واجزاءها والتفاصيل الدقيقة دي فاكيد لازم يكون جيف بالك تسأل من اللي قسم اصلا الساعة لستين دقيقة والدقيقة لستين ثانية اش ماعنا يعني ستين بس حقيقة انا بعرفش مين بالضبط اللي اختار نظام الستين ده للثواني والدقيق المعلومة ما كانتش واضحة الا ان تقسيم الحاجة لستين ومضاعفتها ده في الاصل نظام بابيلي واستمر وكمل مع الاغريق والرومان لان رقم ستين ده زيه زي الاثناشر والاربعة وعشرين بل افضل لانه بيقبل اسمع على الارقام كتير جدا الواحد والاتنين والثلاتة والاربعة والخمسة والستة والعشرة والاثناشر والخمستاشر والعشرين والتلاتين وده طبعا زي ما قلتلك بيسهل الامور كتير جدا في الحسابات فهتلاقي موجود في الساعة وفي درجات الدايرة وفي الاحداثيات وتحديد المواقع وأمثلة كتير جدا بتعتمد على النظام ده بس من اللي استخدمه في الوقت تحديدا مش معروف قوي إلا إن الثورة الحقيقية في إياس الوقت حصلت بعد ما بير وجاك كوري اكتشفوا خاصية موجودة في بعض المواد اسمها البييزوالكتريسيتي أو الكهربية الانضغاطية جاك وبيير لقوا إنه في بعض المواد لما بتضغط عليها أو بتهزها بتطلع كهرباء والعكس صحيح لما بتيجي وبتدلها كهرباء بتتهز وكان من ضمن المواد دي الكوارتز ولو إنت مش متخيل الفكرة فأنا حاول أقولك إن النوعدة من الكريستالات أكيد لازم تكون تتعاملت معاها وبشكل مباشر لإنه موجود في معظم الولعات عبارة عن القطعة اللي لما بتضغط عليها بتطلع الشرارة والليامة ياما رخمنا بها على بعض المهم يا سيدي إن الخاصية دي خلت المهندس الأمريكي وارين ماريسون يفكر إنه يستغلها عشان يعمل منها تاني أدق ساعة في التاريخ وهي ساعة الكوارتز وللسبب ده هتلاقي إن معظم الساعات دايما مكتوب جوها كوارتز اللي في ناس كتير بتظن إن هي دي المركة بتاعة الساعة وناس تانية بتعتقد إن ده نوع الإزاز اللي اتعاملت منه الساعة بس ده طبعا كلام مش حقيقي والكوارتز هنا مقصود به الفكرة اللي بتشتغل بها الساعة معروف إن أي شكر النانا لما بتيجي وبتصدمها بتتهز ونتيجة للإهتزازات دي بتطلع صوت وكل شوكة لها نغمة بتميزها لإنها بتطلع تردد معين مختلف عن التانية والتردد ده طبعا إنت عارف إنه عدد الإهتزازات اللي بتعملها الشوكة كل ثانية وهو ده الأساس اللي بنى عليها ماريسون فكرته ماريسون قال لك ما تجي نجيب كريستالت الكوارتز ونعمل منها شوكة والشوكة ده المفروض إنها هتعمل عدد إهتزازات سابت كل ثانية اللي هو تحديدا 32768 اهتزازة كل ثانية وبالتالي طول الثانية هيكون عبارة عن الزمن اللي هتعمل فيه شوكرا نانا من الكوارتز 32768 اهتزازة طيب شو معنى الكوارتز تحديدا؟ ما أي شوكة تقدر أنها تعمل الكلام ده؟ قال لك لأ طبعا شوكة الكوارتز مع كل اهتزازة هتطلع إشارة كهربا وإن كان صعب علي أعد الإهتزازات اللي بتعملها الشوكة فسهل علي أعد إشارات الكهربا وعن طريق إشارات الكهرباء هقدر أعرف عدد السواين اللي مرت وخد بالك إن أدق ساعة وصلناها قبل كده كانت الساعة الميكانيكية اللي كانت بتعمل خمس تاكات بس كل ثانية إحنا هنا بنتكلم فأكتر من 32 ألف تاكة كل ثانية ودي طبعا ضقة رهيبة جدا بس المشكلة هنا هنقدر إننا نعد الاهتزازات دي كلها إزاي قالك سهلة ما اللي 32 ألف اهتزازة هيطلعوا 32 ألف إشارة كهرباء طيب وهنعدهم إزاي برضو قالك برضو سهلة هنعين واحد مع كل إشارة كهرباء يقول أي أكيب مهزر يعني هنعين 15 واحد بس مش هيبقوا 15 واحد حرفيا دول هيبقوا 15 ترانزيستور في دايرة كهربية معروفة اسمها الفليب فلوب سيركيت واللي ممكن تبقى تدور عليها عن نت راح فين يا ابني ما احنا هنا النت اعتبر إن الـ 15 ترانزيستور دول زي مفاتح الكهرباء وكل مفتاح فيهم بيغير من وضعه لما اللي قابله بيفتح وبعدين يقفل فأول إشارة كهرباء هتطلع من الشوكة هتفتح الأول لوحده وتاني إشارة هتطلع من الشوكة هتقفله بس لما هيتقفل هيفتح اللي بعده فتيجي تالت إشارة وتفتح الأول لوحده من جديد والربعة هترجع تقفله اللي لما هيتقفل هيقفل التاني اللي لما هيتقفل هو كمان هيقوم فاتح التالت وهيستمر الوضع معنا بالنمط ده كل ترانزيستور هيعمل تكة لما اللي قابله هيعمل تكتين ولو جلت بص هتلاقي ان في خلال اللي 32768 اشارة اللي جايين من الشوكة الترانزيستور الاول بيتفعل مع كل اشارة يعني هيعمل اللي 32768 تكة كاملين لكنه هيسمح بمرور نص عدد الاشارات دي للترانزيستور اللي بعده يعني هيعدي 16384 اشارة بس واللي بعده هيعدي نص العدد ده او يعني هيعدي 8192 اشارة ويمشي بقى نصص في عدد الاشارات مع كل ترانزيستور هتقابله وهتكتشف ان الترانزيستور الاخير بيعد اشارة واحدة بس كل 32768 اشارة والاشارة دي هي اللي لما هتعدي هتغير من عدد السواني اللي بتعرضه الساعة وبالتالي كده اللي 32000 تكة قدرت ان انا عدهم بسهولة بس لحظة واحدة اش معنى التردد ده تحديدا ليه ما اعملش شوكة مثلا بتردد اقل من ده او اعمل شوكة بتردد اكبر من ده مبدئيا انا مش عايز اعمل ساعة تفضل انها تزن وتصدعني طول من الابسها وبالتالي انا محتاج اعمل شوكة محدش يسمعها واذن الانسان بتسمع لحد 20000 اهتزيزة في الثانية فلازم الشوكة اللي انا هعملها يكون ترددها اعلى من الرقم ده ثانيا انا هعد الزبزبات دي بترانزيستورات وكل ترانزيستور زي ما عرفنا بيقيس نص عدل الاهتزيزات اللي بيعملها اللي قابله يعني لو معاك 14 ترانزيستور فانت هتحتاج شوكة بتعمل 16384 اهتزازة عشان الترانزيستور الاخير يسمح بمرور اشارة واحدة بس كل ثانية وطبعا التردد ده اقل من ال20000 اللي انت بتسمعهم وبالتالي طول من انت لابس الساعة دي هتعملك صداع ولو معاك 16 ترانزيستور فانت هتحتاج شوكة بتعمل 65536 اهتزازة كل ثانية عشان الترانزيستور الاخير يعدلك نفس الاشارة الوحدة اللي هتعدلك السواني وطبعا ترانزيستورات اكتر معناها تكلفة اعلى وبالطريقها تخلص اسرع ده بخلاف ان الساعة هيكون حجمها اكبر وقام صحيح دقتها هتكون اعلى لكن انا معايا ساعة بتعمل اكتر من 32000 تكة في الثانية يعني لو كل ثانية بتطلع من الساعة فيها تكة غلط فنسبة الخطأ في الساعة دي لانت تتجاوز الثلاثة من الف في المية فانت محتاج حاجة اضك من كده ايه وعشان كده ساعة الكوارتز ناجحت نجاح منقطع النظير وبقت منتشرة وموجودة تقريبا في كل حاجة حواليك ومش بس عشان دقيقة دي كمان عشان سهلة الصنع في نفس الوقت ارخص بكتير جدا من الساعات الميكانيكية اللي الهندسة اللي موجودة فيها والتصميم والمتاريال والشياكة بيغلوا سعرها مش عشان الدقة ساعة الكوارتز اضك منها لكن حتى مع الكم الهايل ده من الاهتززات فالحلو مايكملش وللأسف شوكة الكوارتز بتتأثر بحاجات كتير جدا زي الحرارة والضغط والاهتززات أثناء الحركة وكل العوامل دي بتخلي ترددها يتغير تغيرات طفيفة وبيخليها بتقدم أو بتأخر في حدود الثانيتين كل يوم بس وإن كانت الثانية اللي بتغلب فيها ساعة الكوارتز دي مش فرقة معاك وشايف يعني إنها نسبة خطأ مقبولة جدا إلا إنه في عالم الجي بي اس وتحديد المواقع تعتبر كارثة لإن خطأ ثانية واحدة في الجي بي اس قادروا إنه يخلي موقعك يظهر في مدينة تانية أساسا غير اللي انت موجود فيها ولو عايز تفهم أكتر الكلام ده إزاي بيحصل فأنا كنت أعمل حلقة عن الجي بي اس يفضل إنك ترجع لها وحتى فرضا لو استثنينا الجي بي اس ففعالم تحويل الأموال والبورصات الثانية دي برضو تعتبر كارثة وده بقى اللي خلانا إننا نعمل الساعة اللي بتقدر تعمل أكتر من تسعة مليار تكة في الثانية الوحدة واللي نسبة الخطأ فيها لا تتجاوز الثانية الوحدة كل مئة مليون سنة والساعة دي هي الساعة الزرية ورغم إن الساعة دي يبان من اسمها كده إن فيها إشعاع وتفكك زرة وبفاعلات نووية بس خلينا أحبطك وأقولك إن الساعة دي ملهاش أي علاقة بالكلام ده وما هي اللي عبارة عن ساعة كوارتز عادية جدا متوصلة بمايكرويف زي اللي عندك في المطبخ والشيء المختلف فيها إننا هنا ما بنسمحش إن عدد اهتزازات الكوارتز يتغير أبدا لا بضغط ولا بحرارة ولا باهتزازات ولا بأي حاجة وعشان نقدر نعمل الكلام ده بنعين عليها حارس عشان يرائبها والحارس ده هي إما بيكون زرات السيزيام أو زرات الروبيديام لو جينا نشوف زرات السيزيام مثلا هنلاقي إن مستوى الطاقة الأخير بتاعها فيه إلكترون واحد والإلكترون ده زي ما بيدور حوالين النواه فهو كمان بيدور حوالين محواره ودورانه حوالين محواره ده بيسموه السبين بس مدام الإلكترون ده مشحون وبيدور فهو هيولد مجال معناطيسي لحد هنا مفيش أي ساسبينس لكنه الساسبينس كله بيحصل لما تعرف إن الإلكترون ده ممكن يكون بيدور عكس دوران عارب الساعة والمجال المعناطيسي في الحالة ده هيكله اتجاه معين أو بيدور في نفس اتجاه دوران عارب الساعة وبالتالي المجال المعناطيسي اللي هيكون له عكس الاتجاه نواة الزهرة زي ما انت عارف جوها بروتونات والبروتونات دي مشحونة بشوحنة موجبة وبالتالي هي كمان بتكون مجال مغناطيسي أيوا برضو، فين ال� offic بانس في الموضوع؟ اصبر عليّ هتعرف اوه، لو حصل يا سيدي, وكان اتجاه المجال بتاع الالكترون في نفس الجهة المجال اللي بتكونه النواه فكأن الالكترون والنواه بيحصل مبينهم تنافر والزرة بتكون تقطها ومغنويتسيتها عالية وبيكون غير مستقرة ενما بقى، لو كان الاتجاهين عكس بعض فكائن الالكترون والنواه بيزيد بتجاه الى التجاذب والزرة تقطها ومغنويتسيتها بيكونوا اقل وبتكون في حالة اكثر استقرارا وعشان كده في الوضع الطبيعي ان اتجاه الاثنين بيكون عكس بعضه لان الزرة كده زي ما قلتلك بتكون مرتاحة لكن لو حصل وعد على الزرة دي فوتون ضوء رخم ولوه تردد محدد وطاقة قد الفرق في الطاقة ما بين الحالتين فالفوتون ده بيخبط الالكترون وبيغير من اتجاه دورانه والزرة بيحصلها استثارة وطاقتها ومغناطسيتها بيعلو بس من حسن الحظ الموضوع ده بيستمر الفترة سايرة والالكترون بيرجع لاتجاهه الطبيعي ويفقد الفرق في الطاقة ده في نفس صورة الفتون الرخم اللي هو خده بنفس الطاقة ونفس التردد ومواصفات الفتون الرخم بتاع زارة السيزيام ده انه بيعمل 9 مليار 192 مليون 631 ألف 770 اهتزازة كل ثانية يعني فتون الضوء اللي بيقدر يشأل بالكترون السيزيام هو ده تردده اي فتون تاني هيعد من على الالكترون ومش هيعبره والتردد ده قريب من تردد موكة ضوء اللي المايكرويف اللي عندك في البيت بيطلحها عشان تسخن بيها الاكل لحد دلوقتي كل اللي انا حكيته لك قصة حياة الكترون موجود في زارة السيزيام تعال بقى احكي لك ازاي هنعمل منه ومن المايكرويف بتاع بيتكم ساعة كل اللي هنعمله هنجيب مايكرويف وهنوصله بشكة الكوارتز الرنانة بحيث انه طول ما الشوكة بتتهزي بالمعدل اللي احنا عايزينه اللي هو 32768 هزة في الثانية فالمايكرويف هيطلع موكة ضوء الرخمة اللي احنا عايزينها لكن لو حصل اي تغير في عدد الاهتزازات اللي بتطلحها الشوكة ولنفترض مثلا ان الشوكة بقت ابطأ فالموجود اللي بيطلحها المايكرويف هي كمان هتتغير وترددها هتتغير وغالبا هيكون ابطأ احنا بقى هنيجي ونعدي زارات السيزيام من قدام موكة المايكرويف ولو الامور ماشية تمام والشوكة بتتهزي بمعدلها الطبيعي فزارات السيزيام اللي هتعدي منها الضوء هيحصل لها استثارة ومغناطيسيتها هتزيد وبالتالي لو جينا ومررنا الزرات دي على المغناطيس فالزرات المصارة هتتأثر بالمجال المغناطيسي وهتنحرف في اتجاه معين هنجي احنا بقى في الاتجاه ده وهنحط حساس والحساس ده طول ما هو ووصلها الزرات مش هيعمل اي حاجة لكن اول ما الشوكة تبدأ في تغير التردد بتاعها ولو حاجة بسيطة فاللي هيحصل ان تردد موكة الضوء اللي طلع من المايكرويف هيتغير وبالتالي الزرات مش هيحصل لها استثارة ومغناطيسيتها هتفضل قليلة وبالتالي لما هتمر من على المغناطيس مش هتنحرف ومش هتوصل للحساس اللي اول ما يلاقي ان مفيش زرات بقي بتوصله بسرعة يدي لسعة كهرباء للشوكة عشان ترجع تتزبط وتتهزب نفس ترددها الاساسي عشان نضمن ان الشوكة هتفضل محافظة على ترددها ولو انت مش متخيل كم الدقة اللي بتحصل في الموضوع ده فخلينا اوضحلك احنا هنا بنتحكم في كل تكة من الـ 32768 تكة بتوع الشوكة بتسعة مليار 192 مليون 631 770 تكة بتوع الضوء وعدد التكات ده كله بيحصل كل ثانية حاجة كده في منتهى الخالي العلمي لدرجة اننا باختراع الساعة دي اصبح الزمن هو اكتر حاجة بنعرف نقصها بدقة ومع اختراع الساعة دي تم اعادة تعريف الثانية من جديد وتعرفت الثانية على انها الزمن اللي بيتعمل فيه 9 مليار 192 مليون 631 ألف 770 اهتزازة الاهتزازات اللي بتعملها موجة ضوئية نتجة من الشقلبة اللي بتحصل الالكترون موجود في زرة السيزيم 133 وعشان الدقة الرهيبة دي اصبحت الساعة الزرية هي اللي بنعتمد عليها في تحديد المواقع وفي البورصات وفي اسواق المال حتى لما جينا نختبر النظرية النسبية ونشوف هل فعلا الزمن بيحصلوا تمدد مع السرعات العالية اللي جاءنا للساعات دي فاحنا اخدنا رحلة طاولة جدا عشان نوصل للدقة دي في اياس الثانية لاننا اصبحنا شايفين ان الثانية دي شيء مهم جدا ما عادش ينفع اننا نغلط فيه لكن يظل اهم من الثانية الزرية انك تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام